اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا الرئة من السب يعني الرئة لو كانت رقة القلب فهذه من السب الا يسخر من رقة قلوب الناس على مخلوقات الله فهو بيسخر من رحمة الله التي اوضعها في القلوب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يعني ده انسان نزعت الرحمة من قلب لما حد يشوف اننا لما ارأف بحيوان ولا لما احن على حيوان ده نعم من كذا ده وبيسخر من سنة رسول الله رسول الله صلى الله رقى للجماد ورقى للحيوان ورسول الله صلى الله تشتكي له الغزالة فيكبر بخاطرها فانت عايز حيوان قدامي اشوف كده واسكت وما اتبعش سنة رسول الله ده انا باتتابع سنة رسول الله يعني ده مش مش زي الكلام اللي بيتقل ان احنا بنقلد الخرب فان الخرب بيهتموا بالحيوانات وبيهتموا بالكلاب وبيهتموا بال مش عارف ايه وان ده بعيد تماما عن دنة وكذلك بيهتموا بنفسهم وكذلك بيهتموا بالخير وبيهتموا بالتقدم وبيهتموا كذا اذا نستيب ده كلهم ده تفكير само الحقيقة ان احنا الخير متاح لكل العالمين كما أن حضرة النبي رحمة للعالمين كذلك الرحمة لو وجدناها هناك هذي من رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرأيه هو بيعمل كده أقول سبحان الله أغير أن الرجل ده يعمل برحمة حضرة النبي وأنا لا أعمل بها فعلى طول أعمل بها الأمر المهم في ده بقى أنا عندما أرأف به أنا لا أرأف به إلا لأن الله ينظر إلي هذا الحيوان محل من محلات الرحمة التي تجب على الإنسان يرحمه حديث تعالوا تعالوا نتأمل شوي أخونا اللي بتكلم أو أختنا اللي بتكلم إن إحنا في حالة تكليف ده مش طرف الاهتمام بالحيوان مش رفاهية حديث رسول الله يقول إرحموا من في الأرض لم يقل إرحموا بعضكم بعضا قال إرحموا من في الأرض كل من في الأرض بما فيهم الحيوان وعشان كده يرحمكم من في السماء عشان كده ترتبط العقوبة للمرأة التي أزت الحيوان وإحنا حتى في تفسير هذا الحديث منقول إيه إنت لازم تجرد الحديث ده فتعمل إيه المرأة عن تشير المرأة ويبقى إنسان وحبستها حبستها ولم تطعمها يبقى عنقول إن الإذاء حاجة أوسع وفي مسألة الهرة ما بتبقاش الهرة بتبقى كل الحيوانات يبقى إيزا ومسألة ودخول النار يعني العقاب وكأن المبدأ بيبقى إيه وده مبدأ تخيل المبدأ ده لو حطناه كده وأعلننا إن ده مبدأ المسلمين يعاقب الإنسان في إذاء الحيوان يعاقب إيه عقابا شرعيا فيصبح تمسكنا برحمة الحيوان والرفق بينا فرض علينا فرض فرض وليس ترفاهية